بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو بإذن الله سميع العليم سوف نخصصه للحديث عن رؤية أو تفسير رؤية شراء اللحم في المنام تقريبا أنزلت فيديوهات سابقة وتحدثت فيها عن اللحم في المنام أي المطبوخ والني والمشوي والمقل يعني تختلف وكلنا نعلم أن اللحم دائما إذا كان مطبوخ أو في قدر أو غير فإنها بشائر طيبة لكن قد يتساءل الكثير من الناس ماذا يعني ربما يعني لنا شراء اللحم في المنام فالرؤاء ربما كثيرة وبحر يعني علم التفسير كبير جدا وشاسع جدا ربما أدق المعلومات إخواني في الله قد تغير مجرى رؤية كاملة لهذا بإذن الله في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله سأحاول بإذن الله سميع العليم أن أفسر لكم وأبسط لكم معنى تفسير شراء اللحم في المنام أي نشري لحما من عند الجزار أو من عند الشخص الذي يبيع الدجاج أو غيره كل هذا المهم أنه لحم لم أقول سمكا ركزوا معي جيدا لم أتحدث عن سمك لكن أتحدث عن اللحوم التي نشريها من عند الجزار أول شيء في رؤية اتفراء اللحم في المنام يجب أن نركز على شيئين هامين جدا 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 نوعية اللحم الذي اشتريناه كذلك هيئة الجزار أو هيئة الشخص الذي اشترينا من عنده هذا اللحم إذا كان الجزار الذي اشترينا منه والمكان الذي اشترينا منه نظيف وشكل اللحم جيد ومنظره يشرح القلب يكون عادة أغلب الأحيان مقطع أو يعني كما نقول جثة كاملة خروف أو غيره وتكون جديدة فهذه بشارة طيبة جدا 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 سأشرحها لكم وأعددها على حسب الحالات أيضا حالة الشخص الذي باع على اللحم أي الجزار في المنام يجب أن يكون مستبشر لأن هذه الرؤى تتعلق بأشياء كثيرة لربما إن كان عابسا أو قلقا فهذا يدل على بعض المصاعب لكن فيها رزق وفيه بعض المصاعب أيضا الشيء الآخر شكله كما قلت لكم الخارجي هذه علامات يعني تظهر عليه في الوجه لكن شكله الخارجي ما هو ملابسه هل ملابسه ملطخة بالدماء أم لا إذا لم تكن ملطخة بالدماء فنقول الحمد لله وأنه ليس فيها أي شبهة من الحرام أي ربا أو يعني مال فيه حرام شبهة معينة نقول الحمد لله تجنبنا شيئا آخر إذن اللحم يجب أن يكون في أغلب الحالات يعني يحبذ لا يقول يجب لا نفرض هذا الشيء لكن يكون مقطع إلى قطع منظمة أي قطع صغيرة مثلا لحمة الكتف وحدها لحمة يعني الفخذ وحدها العنق وحدها تكون مرتبة يعني تكون رؤية مبشرة بالخير أيضا لكن إذا كانت يعني اللحمة هذه أشلاء أي عبارة عن شخص يعني مفجر أو شخص مضروب بخذيفة والعيذب الله فإنها غير محمودة على الإطلاق ولا يعني أنا واحد من الناس لا أفضل تفسيرها أبدا لأنها غير جيدة وغير محمودة وتدل على مشاكل وقرب إذن الآن نمر إلى نوعية اللحم نوعية اللحم ماذا تعني قد يفترق لحم الدجاج على لحم الخروف على لحم الجمل على لحم البقر يختلف كثيرا شريناه في المنام يختلف أيضا إذن أفضلها وأجودها هو لحم الضأن أو كما نقول له نحن نعتبر الضأن أنه خروف لحم الخروف بصفة عالية سواء كان نعجة أو غيره فإنه مشابه ويكون نظيف وجديد وطيب فهذه بشارة طيبة بحصول الرائع على رزق إذا كانت عزباء ورأت نفسها أنها تشري لحم خروف فلتستبشر بقدوم الزوج إليها وما هو الدليل يقول للقائل ما هو دليلك أو هات برهانك عادة في الأعراس أو في الأفراح نعد لحما كثير لنقدمه للضيوب وعادة الذين يريدون أن يكرموا الناس يقدمون لحم الخروف وأيضا لحم البقر أو لحم الجمل يقدم لكن هذا قد يختلف قليلا إذن العزباء ماذا يعني لحم البقر يعني لحم البقر أن فرحها قريب إن شاء الله وأن ضيوفها سيكونون كثيرون إن شاء الله وأن فرحها لن يتأخر بإذن الله سنة يكون فيه شيء ما من هذا القبيل ورزقها وفين لو قلنا لحم الجمل إشارته أي أن عرسها سيحضره مجموعة من الأعراب أو يكون أهل زوجها أو الآخرون يعني متشددون بعض الشيء أي ناس يعني لهم الغيرة كثيرا وفرحوها إن شاء الله يكون على أحد أقربائها يعني هذه أنا أعطيكم أدلة تبسط الأمر لكن ربما قد تأتيني مثلا نقول مثلا تأتيني واحدة اسمها وفاء والأخرى اسمها نجلة أفسر لهذه بلحم البقر نوع والأخرى لحم البقر نوع لأنني أريد أن أسألها مثلا أسئلة وأعلم عنها بعض المعلومات إذن واضح إخواني إذن لحم الدجاج ماذا يعني؟ يعني أنه رزق لكن رزق ماله حلال وطيب لكن لا يكفي متطلباتنا أو طلباتنا التي نريدها نمر إلى شيء الذي يليه بالنسبة للمتزوجة المتزوجة سواء كان لحم خروف أو كان لحم يعني جمل فإنها تبشر بمولود أنها ستحمل بمولود ذكر ولو اشترت لحم دجاج فهذه أيضا بشارة بالأنثى مثلا اشترت البقر فهذا يدل إذا كان تأخر حملها أو تريد قضاء شيء ما فإن إن شاء الله في سنة قادم إليها خبر صار بإذن الله وبكمية كبيرة جدا خاصة إذا كان اللحم لا يحتوي على عظم ولا يحتوي على شحم كثير فأهنئها وأبشرها بإذن الله إذن ماذا لو كانت مثلا نقول امرأة مطلقة فطلب مني الكثير أن أقول لهم يعني أن أذكر المطلقة أو الأرملاء في المنام الأرملاء قد تسعد برزق لأحد أولادها إذا كانت كبيرة في السن إذا لم تكن كبيرة فمثلها مثل المطلقة وأنا أعتبرها مثل العزباء فكلها بشائر كالعزباء بالضبط أي فرح إن شاء الله رجل يستروها إن شاء الله خير وهناء بإذن الله للرجل أرزاق للرجل يعني حملوا زوجته للرجل الأعزب زواج بإذن الله وأفضلها للرجل يعني بعد الخروف يأتي البقر دل على الرزق الكثير والوظيفة ويعني الأفراح الدائمة بإذن الله وأنه سيطعم الناس لن يعني يجد غضبانا في فرحه بإذن الله السميع العليم هناك رؤية أخرى إذا رأينا أنفسنا نشر لحما فاسد أو رائحته كريهة أو منظره مغير أو عليه ذباب أو غير فهذه الرؤية أيضا يفضل أن لا تفسر لأنها تدل على فساد تدل على زنا والعياذ بالله تدل على نميمة على كذب على نفاق على معاملات فيها الحرام كثيرا فيجنبها الرأي فهي تحذير إذن أمر إلى شيء الذي يليه ماذا ربما نقول ماذا يدل شراء اللحم من عند الميت قل الله أكبر عندما ترى هذه الرؤية قل الله أكبر ولله الحمد وسجد لله شكرا على هذه النعمة التي رأيتها فهي بشارة طيبة جدا جدا وأنك ستصيب رزقا وتصيب مالا كثيرا من أمر ميئوس منه وتحصل عليه بإذن الله وهو مؤكد تأكد أنه مؤكد وخاصة إن كنت رأيت نفسك إشتريتك لأن تدفع له مال فقل الحمد لله إذن ماذا لو رأينا أن نحن نبيع الميت لحما في هذه الحالة قد تختلف الرؤية كثيرا على حسب حالة الرأي إخواني كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابة يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إذن يعني فكيره تموه إذن يراجع نفسه ربما كرب ربما صعوبة في حصول على الرزق ربما الرزق لا ينتفع به هذا يعود للمفسر أي أنه يسأله بعض الأسئلة والآخر يجيب الرأي فنحصل على إجابة دقيقة وشافية وتفسير يكون في محله بإذن الله هذا هو إخواني تفسير رؤية شراء اللحم حوصلت لكم بصفة عامة ماذا يعني كل من له تساؤل أو استفسار أرجو منكم أن يكتبه لي في حلقات البث خاصة حلقة الليل دائما ركزوا على حلقة الليل في البث فإنها بإذن الله نجيب عن تفسيراتها من الغد بإذن الله اليوم بإذن الله لم يكن لنا بث إلى تنزيل فيديوهات غدا إن شاء الله نواصل في الطريق إلى هنا إخواني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته